تعالوا نشوف الدنيا في مصر بتمشي ازاي وتعالوا نشوف يا ترى هالترى ايه الاهمية اللي بتوليها الدولة طول الوقت لفكرة الابداع والقوى النعمة وتنمية العقول وما الى زلك هتجد انه الرئيس نفسه يوجه طول الوقت بتنمية الابداع يوجه طول الوقت بتنمية والعمل والاستثمار في القوى النعمة المصرية لانها جزء رئيسي بل جزء شديد الاهمية من مقومات القوى المصرية وقوها الشاملة عشان تبقى عارفين وبالتالي الرئيس بيوجه في مسألة الاهتمام بالابداع وبالمبدعين وبالاستثمار فيهم وباكتشاف المواهب الابداعية وما الى زلك من هذا المنطلق وانطلاقا من توجهات الرئيس بتعلن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تكثيف جهدها لاكتشاف المبدعين المصريين في كافة المجالات وإتاحة كل الفرص الممكنة لده فضوء المسألة دي فضوء الفكرة دي فضوء هذه المظلة وتحت مظلة الشركة المتحدة بتم اعلان انعقاد منتدى المتحدة للابداع واللي بإذن الله يبدأ قبل نهاية 2022 وانه بالفعل بدأت الاعمال التجهيزية للمنتدى فور ختام الموسم الاول لبرنامج دوم والبرنامج اللي كلنا متفقين انه حقق نجاحات لعشرات الشباب المبدعين ساعدهم في ايجاد الفرصة ان هم يطلقوا مواهبهم من كافة المحافظات